ايه الموديلات اللي تنفع للمحجبات؟ يعني طبعا موديل زي ده مش هينفع للمحجبات؟ بص اي موديل لو كتاف ينفع للمحجبات لان السكررد دي ممكن تبقى طويلة كتاف قصدك؟ كتاف، له كتاف حتى لو كاتو لو كتاف بس ده هيبقى بانطلون بقى ده ممكن يبقى سكررد طويلة تتفاهم ازاي؟ تمام؟ يعني ده جاكت كلها مشغولة تماما كلها ده برضو هند ميت كله تمام؟ رائع خد منك وقت اديه؟ ده اخد شهرين تقريبا تمام؟ شهر ليه بنفسك والشهرين؟ الرسمة طبعا كلها بعد كده بقى الستاف هو اللي بيعمل التطريز هلو جدا هو سامبل ومثوش هو معتمد بس على ديزاين نفسه السنادي جديد ده يعني انا شايف ده جديد خد بالك ان الحاجات اللي فيها اللمع السنادي واخدة يعني لها بصمة كبيرة ده طبعا احنا بنتكلم ده بتاع بالليل ده بالليل اه ده لو دخلنا بقى في مرحلة بالليل خارجين بالليل اه عيد ميلاد فرح شيل بقى السكرت دي ولبسه على جينز بحلو قوي اه دي افتكاسة حالو دي افتكاسة اتفهم مزيت تمام؟ يعني انت تقدر الحاجات دي مزيتها ان انت تقدر تلعب فيها زي ما انت عايز لا رائع تحفة تقدر تلعب فيها زي ما انت عايز جاكت مع الشيميز مع بانطلون جينز مع جينز غير الطاب اعمل الطاب من غير حملات والبس الجاكت عليه على بانطلون جينز على جاز مذهبي انت كده هو الفكر كله دلوقتي رايح لحاجات اللي مطلقة اه اه اللي هي بزبط حلو قوي افضلين انت بتيعجيبك انت بين الكاجول والكلاسيك دعمل دايما مرج بينهم بوس انا بحب ده المرج ده ان المرج ده مش موجود اصل المرج ده مش هتلاقيه على راد كاربت قوي مش هتلاقيه ف مبتلاقيهش الناس بتادي له حقهم chapit عشان كده تلاقي الجيديد كله طالع مستعجل انا عايز هي لبس فلانا فلانا انا عايزة طب يلما عايزه بعمل الكاجول الورق او الستريت وير زي ده ان ده من الحاجات اللي مش موجودة انت تبوشه على تفاصيل الجاكت دي تفاصيل الجاكت كتيرة الماتيري اللي في الكتف غير الماتيري اللي في السدر غير الماتيري اللي في باقيات بس ده مش هند ميد ده مش هند ميد ده متيري ده قوماش ده القوماش اللي انتو كنت جايبه من بيروت ده واحاجة من الحاجات اللي هتقائية من بيروت